شمود الشباب دايما نقولك أن حتى في تعبيرات باستخدامها الخصوم أنها انتخابات مسنين وكبار وليست انتخابات شباب طيب يعني خليني بس أبدي احترامي لكل مسن وكبير قرر أن ينزل الانتخابات السيدة اللي عندها 18 سنة دول حكمة الحياة وبعدين بتاخد عائلتها معاها يعني لا ودول هما ناس تعي معنا الوطن مدركة يعني ايه مصر ناس كتير منهم مرت بتجربة مشابهة ناس كتير منهم وعيت تجربة مصر وهي بتحارب بجد زي ما بقول لحضرتك اللي في وسط الحرب بجد في سينة اللي في وسط الحرب الحقيقية وعايشين هما اللي خرجوا بكسافة كبيرة جدا كمان الناس الكبيرة لكن أقف بقى هل ده معناه أن الشباب ما شاركش أعز أفكر حضرتك وياريت لكون موجودة نبقى نعرضها بعد كده على نفس الترابيزة من 4 سنين كانوا بقول لنفس الكلام وخرج نسبة كبيرة جدا من الشباب وبعدين اللي بيتكلموا أنهي شباب يعني عشرات الآلاف من الشباب اللي بيشتغلوا في العاصمة الإدارية الجديدة دلوقتي شغالين فيها وامبارح رئيس المتحدث سيد مصشار محمود الشريف المتحدث باسم رجنة الانتخابات بيقول كانت من أعلى لجنة تصويت دول شباب ولا مش شباب اللي شغالين هناك في العاصمة الإدارية في قلب الصحراء في المدن الجديدة كلها دول شباب ولا مش شباب شباب ونزلوا وانتخبوا الشباب اللي موجودين في القرى يعني أنا بطول اليوم فيش بين الأنطر النهارد هتروح أي قرية أو أي مدينة هتلاقي الشباب كان بيخرج بين الأنطر الشباب اللي كان بخرجوا في الحراس في تحوريا في كفر تحوريا في الألزم في عرب الحسنية في الأشيش في الجعفرة في كوم السمن في كل حتة دول ما كانش فيهم شباب لا كان فيهم شباب بس هالفكرة إيه بقى يا أستاذ وائل الله يرحموا الخالي الأبنودي لما كان بيقول إحنا شعبين شعبين إحنا فعلا شعبين شعبين شعب الإخوان ودول مع نفسهم مش شايفين إلا بعيون قطرية تركية مش شايفين إلا بعيون الجزيرة بإعلام الجزيرة اللي هو اشتغل على الفكرة دي يعني من المفرقات النهارده كاتبين كده بماذا يذكرك خروج الجماهير بالزيت والسكر أحد استفتائيات الجزيرة جايبين هو يفكرني بالإخوان المسلمين كان بيحصل بس عامل الإخوان المسلمين ما حصلش تاني غير عامل الإخوان المسلمين فعملين زي يعني في المسأل البلدي اللي تلهيك واللي فيها تجيبه فيك أهو ده عزوف الشباب الحقيقي كان عامل إخوان الخروج بالزيت والسكر كان عامل إخوان لكن دلوقتي ده مش حقيقي الشباب موجود وبينزل وبيروح وفكرة إنه هم مش شايفين هم مش شايفين هم شعب الإخوان دول لوحدهم ما بقوش شايفين الشعب الكل لوحده ما بقى إيش شايفين هم مش شايفين شعب مصر الحقيقي مش شايفين شباب مصر الحقيقي هم دول اللي موجودين بيشتغلوا بيعرقوا بيتعبوا هو معظم الموظفين أو اللي شغلين في القطاعات حكومية كتير جدا إنه كانوا بيصواتوا ناردة ما كان فيهم عشرات الشباب طب اللي كانوا وقفين اللي جانب طب اللي هم عرضوهم واستخفوا بيهم وقالوا إنه هم بيرقصوا طب هم كانوا شباب هي الفكرة كده إن أنا اللي بيحاول يشوي هذه الانتخابات بأي طريقة يعني في البداية يتكلم عن فكرة إنه ما فيش إقبال فلما بي بي سي بتاعته وقعت زبادة اللي هي على طول الخط تقريبا دائما معها عداء مع الدولة المصرية في كل حاجة بتشتغلها بي بي سي نفسها نزلت مبارح إقبال كسيف على التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية وانوان الشعب يحتفل يعني ده البي بي سي طيب هم مش شايفين ده والناس كلها مش شايفة ده كل خصومنا وأعداءنا شهدوا طيب نخلص من دي لما يلاقوا الإقبال كسيف وإن الناس نزلة وإن الناس موجودة وإن الناس هتنزل وإن الناس مصرة يقول لك لأ ده المسنين بس العواجيز هو اللي بينتغب والشباب ما بينتغبش هو كل صوت في الصندوق هو شرف من أيا كان طبعا وهو لا يصنف مراحل العمرية ولا زكر أم أنسة لكن في التحليل يعني في الصياق أنه بيحاول أنه يقول لك أنه الشباب يخاصم كل ما يحدث يعني يا أستاذ واقل النهاردة أحد شباب برلمان جميل أناطر في قرية نبطحة كاتب كده على صفحته أن المفارقة اللي هو رصدها أن فيه شباب كتير أقل من 18 سنة جايين يقولوا نفسنا نصوت طب ما عدنا في التصويت أمتى؟ أحنا جد ما شفنا ده والأطفال اللي ما هو أصفه معنا أنت تصويت عائلي يعني الأسرة بتنزيل مع أعمارها المختلفة بقى الأخ والأخت واللي عنده سن التصويت حيصوت اللي ما عندهش بيحتفل أطفالا وابنات وأولادها لا يا أستاذ واقل المجتمع خلاص بقى حي مجتمع في حياة أنا عايز أقول لحضراتك حاجة يا أستاذ واقل بما يرد الله لو أن الأمور في مصر رغم كل الظروف الاقتصادية اللي بقول لحضرتك عليها الصعبة والظروف الاجتماعية لكن لقدر الله لو كانت مصر أخذ الطريق تاني هل كان أصلا هيبقى عندنا رفاهية أن احنا نتناقش حوالين كسافة انتخابات ومين اللي بيصوت ولا ما بيصوتش في اللي جانب؟ هل هيبقى عندنا رفاهية أن احنا نتناقش في سعر الزيت والسكر؟ يعني هذا البرنامج وهذه الترابيزة كثيرا ما تحتاج على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية طيب لو الوطن ما كانش فيه وطن أصلا ما كانش فيه بلد أصلا لو كنا في ظل حالة الفوضى كنا هنقد نناقش نفس الكلام ده؟ لا كان ممكن زي ليبيا تناقش دولة في بنغازي ودولة في طرابلس كيف يمكن أن يصلوا إلى دولة واحدة لا وما كنتش هنقش سعر بكام؟ ما كنتش هسأل السكر بكام؟ كنت هسأل الأنر وهتوزع علينا السكر امتى؟ الزب كام؟ الأنر وهتدولنا ازاي؟ أنا ما بقولوش أن فيه مؤمرة يا سيدي بقولو أن فيه خلافات هذه الدولة لحماية أمنها القومي لها أجندة ورؤية هذه الأجندة والرؤية بتختلف مع دول كتير جدا وكبيرة في المنطقة وفي العالم وبالتالي هذه الدول عشان خاطر تفرد أجندتها بتشتغل ضدك بلاش يا سيدي تسميها مؤمرة؟ أمريكا عندها مصلحة والغرب عنده مصلحة في تواجد فصيل معين في ليبيا وبالتالي بيحاول يفرضه عليك هذا الفصيل هو اللي بيجي أعمل عمليات إرهابية عندنا ففيه خلاف ما بيننا وما بينهم تبقى مصر مؤيدة للدولة الليبية تبقى مصر مؤيدة للجيش الليبي الوطني لكن هما مختلفين حتى في سوريا وهو مؤثر جدا على أمنك القومي إقليمك الجنوبي زي ما كنا بنسميه حتى في سوريا طب إيه الوضع في سوريا دلوقتي؟ آسف الإقليم الشمالي إيه الوضع في سوريا دلوقتي؟ الوضع في سوريا مصر لديها أجندة تؤمن بالحفاظ على الدولة السورية تؤمن بالحفاظ على الجيش السوري كتير من دول المنطقة والعالم تختلف معاك تمد الإرهابين بالسلاح ترفض التعامل في كل حاجة أنت عندك خلاف ما أنا بدي يا حضرتك أبسط مثال كيف قرر الشعب المصر التعامل مع جماعة الإخوان الإرهابية بعد ما شاف إرهابها بأم عينه وكيف قرر العالم التعامل معاهم؟ كتير من دول العالم لا نتعاملش معهم زي مصر كتير من دول العالم عايزة تفرض علينا أجندة تانية أنا بتكلم عن فكرة عودة الاستقلال الوطني يا أستاذ وائل وهو ده المفتاح الحقيقي الحل كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المفتاح الحقيقي التبعية هي الهدة القطاع العام بتاع التصنيع للمصرية التبعية هي الكالفتنا الخصخصة بهذا الشكل الفادح الفاضح دي كلها نتاك سياسات إيه؟ نتاك سياسات تبعية نتاجة أن مصر انكفقت ومصر ما تنفعش تنكفق ذاتيا مصر بأحكام التاريخ والجغرافية هي القيادة الطبيعية لهذه المنطقة لازم ترجع تقود الفكرة أن تماسك المصريين بس هو اللي خلى مصر ترجع بدورها وبتقلها الإقليمي والدولي وتقدر تعافز على نفسها وهما ده اللي بيلعبوا عليه؟ هما ده اللي بيفككوا هما النهاردة تسمع كتير من الإخوان ماشيين في الشارع آخر ما بيغلبوا ومش لقين حاجة يقولها للناس بيقولوا لهم إيه؟ كده كده ناجح ما تنزلوش هما اللي بيصدروا النغمة دي لأنه هما عارفين هيستغلوها إزاي عارفين هيروحوا زي ما كانوا بيطعنوا في شرعية أي حد قبل كده عايزين يطعنوا في الشرعية عايزين يبقى عندهم مصمر جوحة اللي يقعدوا بيه أربع سنين تاني قارفلنا في المحافل الدولية يروحوا بالجرائد اللي هما شارينها بالتمويل القطري بكذا بكذا هي الفترة اللي فاتت السيسي الرئيس السيسي والشعب المصري الدولة المصرية نجحت بتماسك المصريين بفهمهم لللي بيحصل في المنطقة بإيمانهم ببلدهم برؤيتهم لا إن البلد دي تستحق إنها هتعيش حياة أفضل ومش كده وبس لا أنا رأيي إن اللي أربع سنين اللي فاتوا كانوا شقة تعب إرهاق اقتصادي حقيقي لكن الأربع سنين اللي جاني شايف إنه كل الصمار دي هتبدأ تقتل المصري